أصيبت فتاة واثنان من أشقائها بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوث الإرهابية في مديرية قعطبة شمال محافظة الظالع وقال المرصد اليمني للألغام أن ثلاثة أطفال أشقاء أصيبوا بجراح مختلفة نتيجة انفجار جسم حربي من مخلفات ميليشيات الحوث الإرهابية في منطقة الزبيريات بمديرية قعطبة محافظة الظالع وتشكل حقول شبكات الأنغام والأجسام المتفجرة الحوثية كابوسا يؤرق حياة المواطنين والحيوانات في مختلف المحافظات التي دخلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية